بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس التربية بدنية والدفاع عن نفس التربية الفكرية درسنا هذا اليوم هو تأديل حركة الزحف تأديل حواجز فصل الدراسي الثالث صفة الثالث متوسط معكم الأستاذ بدر ناصر الفين كلما نبدأ في درسنا يا بطال نبقى نستعرض مع بعض أهم الطلبات ومارسة النشاط البدني بشكل صحيح الراحة الكافية مهمة جدا يا بطال لكي يستطيع جسم مارسة النشاط البدني لابد من أخذ كافية من الراحة وتكون في النوم ليلا من 6 ساعات إلى 8 ساعات أيضا يا بطال التغذية السليمة الغذاء مهم جدا لماذا لأن الغذاء هو الذي يمد جسم بالطاقة ويساعدني تأديل نشاط البدني بشكل صحيح بعد ذلك يا بطال ارتداء الزي الرياضي المناسب والحذاء المناسب لماذا؟ لكي يحقه دافي من نشاط البدني لابد من ارتداء الزي الرياضي المناسب لهذا النشاط ويختلف الزي الرياضي باختلاف النشاط الذي سوف أقوم بممارسته بممارسته حيث أن زي الرياضي لكرد القدم يختلف عن زي الرياضي لألعاب الدفاع عن النفس أيضا يا أبطال لابد من توفر المكان المناسب والآمن لكي يحقه دافي من النشاط البدني أيضا لابد من اختيار المكان المناسب لهذا النشاط وآمن تتوفر فيها عوامل الأمن والسلامة عند ممارسة مباراة لكرد القدم أحتاج إلى ملعب مخصص لكرد القدم حيث ساعدنا لتحقيق أهدافي واستمتاع بهذه اللعبة الممتعة أيضا يا أبطال الإحماء المناسب أحسنتم ولكن ما هو الإحماء؟ أحسنتم وتهيئة الجسم لأداء النشاط البدني عن طريق عمل بعض التمينات السهلة البسيطة أيضا يا أبطال شرب الماء باستمرار قبل واثناء وبعد النشاط البدني يساعدني على ماذا؟ أتعويض السواهل المفقودة وإحماية الجسم من الجفاف الآن يا أبطال أنا في المكان المناسب وكلنا مع بعض قمنا بارتداء زي الرياضي المناسب مع بعض سوف نقوم بعمل ماذا؟ الإحماء المناسب جاهزين للتمني الأول المشي في المكان التمني يستعد يبتدي مشي ثنين ثلاث أربعة حسنت ثلاث أربعة ومتاز ثلاث أربعة مشي ثنين ثلاث أربعة حسنت ثلاث أربعة ومتاز ثلاث أربعة حسنت ثلاث أربعة حسنت ثلاث أربعة آخر مرة جماعة قف ناخد نفس مع بعض حسنتم التمرين الثاني الزراعي الفلوس الطاع الثاني الجدل اليمين في أربع عددات والشمال في أربع عدد تمرين استعد ابتدي يمين ثلاث أربع شمال ثلاث أربع حسنت ثلاث أربع حسنت ثلاث أربع ممتاز ثلاث أربع آخر مرة جماعة قف التمرين الثالث يا أبطال جانب الرفع دوران الذراع من الخلف إلى الأمام تمرين استعد ابتدي واحد ثلاث أربع حسنت ثلاث أربع وممتاز ثلاث أربع دوران ثلاث أربع حسنت ثلاث أربع آخر مرة جماعة قف التمرين الرابع والأخير يا أبطال وماثل الثالث ولكن باختلاف اتجاه الدوران حيث الدوران الذراع من الأمام إلى الخلف ثلاث أربع حسنت واحد اثنين ثلاث أربع حسنت اثنين ثلاث أربع ممتاز اثنين ثلاث أربع حسنت ثلاث أربع آخر مرة جماعة قف رأي نصف الخفض نأخذ نفس مع بعض أحسنتم الآن وصلنا نهاية الإحماة الجسم صار جاهز لأداء النشاط البدني يستعرض مع بعض دارسنا لهذا اليوم ويطبق الزحف وتأدية حركات الزحف من تحت الحواجز لا بد من تأدية من تحت الحاجز لا بد من تعلم كيف يقوم بعمل الزحف ما هو الزحف الزحف يا أبطال هو تحريك الجسم للأمام من وضع الإنبطاح على الأرض مع بقاء معظم الجزء الأمامي من الجسم ملاسقا للأرض نلاحظ ملاسقة للأرض والرأس على امتداد الجسم والنظر إلى الأمام ويتم أداء الزحف تزامن أي حركة الذراع مع حركة الرجل من نفس الجانب اليمين مع اليمين واليسار مع اليسار وتشبه حركة الجسم الحركة الثعبانية كيف أتعلم هذه المهارة اللي هي الزحف أولا أقوم بعمل الإنبطاح كامل الأبطال الإنبطاح كامل الرأس امتداد الجسم النظر إلى أمام الزراعين أمام الجسم أقوم تحريك الزراعين والاعتماد على الساعد لكي يقوم بعمل الزحف والرجل اليمين تقوم بعمل الثاني ثم الدفع إلى الأمام ثم تبديل يد اليسرى مع ثاني الرجل اليسرى والدفع بها لكي ينتقل إلى الأمام نلاحظ أن في هذه المهارة الزراع تقوم بعملية السحب والرجل تقوم بعملية الدفع نلاحظ هذه الصورة وتوضح لنا أيضا كيف عملية الزحف وكيف الزراعين أمام الجسم والرأس على انتداد الجسم والنظر إلى الأمام نلاحظ هذا النموذج وتوضح لنا أكثر ذراع ثاني ذراع تسحب والرجل تدفع لشبه الحركة ماذا؟ الثعبانية نلاحظ هذا الجانب حركة ثاني الرجل من مصر الفاخذ الذراع تقوم بالسحب والدفع من الرجل شوك نلاحظ هنا ببطء حركة ثاني الرجل مع الذراع تمتد إلى الأمام لكي تقوم بسحب الجسم أثناء عمية الدفع هناك بعض الأخطاء لابد أن أتلفاها لكي ماذا؟ لكي لا لكي يتقن هذه المهارة ولا يقع فيها أولا أن يكون عدم ملاسقة الجزء الأمام هي الجسم الأرض إلا يكون ملاسق تماما النظر يكون باتجاه الأسفل دفع الجسم بالساعدين مد الذراعين ومد الرقبتين عند انتقال وعند الانتقال ماذا؟ يكون ذراع ثم تقوم الرجل متزامنة بنفس اتجاه بماذا؟ بالدفع والنظر يكون ماذا؟ إلى الأمام وليس إلى الأسفل حيث أن الرأس يكون الأمداد للجسم الفيديو هذا يوضحنا أكثر يا أبطال مع بعض نشوفه نتابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز الطالب أهلا وسهلا بك في الدرس الأول من الوحدة السادسة سنتعرف في هذا الفيديو بمشاية الله تعالى على مهارة الزحف الصحيح الزحف الصحيح يا بطل هو تحريكك لجسمك أنت نعم أنت للأمام من وضع الإنبطاح على الأرض مع بقاء معظم الجزء الأمامي من جسمك ملاصقا للأرض والرأس على امتداد الجسم والنظر متجهن إلى الأمام وتؤدي يا بطل مهارة الزحف بتزامن حركة ذراعك مع حركة رجلك من نفس الجانب من جسمك وتشبه حركة الجسم الحركة الثعبانية تبدأ حركة الذراع متبوعة بحركة الرجل وتعتمد الحركة على الساعدين لسحب الجسم وعلى الرجلين لدفع الجسم ما لبقاء على الذراعين مثنيتين أمام الصدر والبقاء على مفصل الركبة مثنيا عند الانتقال ثم مده عند دفع الجسم والآن حاول تطبيق هذه المهارة يا بطل مع أبطالنا وفقا للخطوات الصحيحة للمهارة والآن يا صديقي سوف نقوم بتطبيق نموذج مع صديقنا سلمان قضي سلمان قداية نأخذ وضلا بطاح رضي سلمان ثاني الذراعين أمام الصدر ثاني اليد اليمنى مع الرجل اليمنى أحسنت ثانيا ثاني اليد اليسرى مع الرجل اليسرى أحسنت نعود تكرار المهارة اليد اليمنى مع الرجل اليمنى أحسنت يا سلمان أحسنت أحسنت وبهذا نكون انتهينا من تعلم أداء مهارة الزهف الصحيح لطريقة صحيحة ودمت لصحة ونشاط لاحظنا في الفيديو السابق كيف أقوم بإتقان وتعلم الزحف تليد حواجز نأتي سؤالنا لهذا اليوم سؤال درسنا هو صح وخطأ الصور المرفقة هي مهارة الزحف الصحيح ملاحظة الآن كيف أعرف أن هذا الزحف الصحيح أو لا بلوضع الانبطاح الرأسي الأمام الزراعين مثني أمام الجسم الإجابة ماذا أحسنتم الإجابة صحيح عزيزي أبطال المستقبل إلى هنا وصلنا نحية الدرس لهذا اليوم أشكركم حسن استماعكم كما معكم الأستاذ بدر ناصر الفيد